بالنسبة لسؤال حضرتك الثاني أستاذ رجب تقول أنا دائم لابتسام فهل وأنا ما بقصودش ترياءة ولا حاجة مين اللي قالك أن حضرتك تقصد ترياءة أو أنك بتستهزأ أو بتسخر زي ما قلت لحضرتك وجهوك صبوح بالابتسامة وأهل الإيمان كده وحضرة النبي عيسات والسلام الصحابة كان يشفوه يقولوا ما رأيته أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم فده من الهدي النبوي الكريم إن الإنسان يعني يبتسمه لما يعامل الناس يبتسم في شوشم إنه هو يكون هيا لا ينساه ومن ضمن أمارات المؤمنة لابتسامة في وجوه من يعامل الناس فدي صدقة لو أنت حضرتك نوتها ده أنت أي شيء نويته إنك بتعمله خالص لوجه الله الكريم وتكون نموذك طيب في المجتمع اللي أنت فيه على طول بتحول العادات لعبادات وتبقى صدقة لك بهذه النية الطيبة واستمر على ما أنت عليه من إنك دائم لابتسام أخي الفاضل اقتداءا بحضرة النبي عيسات والسلام وتطمينا لأفئدة من يراك من الناس وهي حسن معاملة لخلق الله أجمعين ترجمة نانسي قنقر